خليكم تكلمي عن المدرس طيب برضو يعني نفتح باب المناقشة بالنسبة لي أطراف العملية التعليمية المدرسة المدرس الطالب مثلا كتبتي عنهم ايه؟ ولانا لسه مقالة الأخيرة اللي كان في الأهرام اسمه مستعب الكليات التربية الحقيقة كل شوية برضو بيتل علينا قرارات كده لوحدة يقول لنا نخلي كليات تربية الدراسة بيها دي كليات التربية هي المسؤولة عن إعداد المدرسين رغم تحفوزي بالمناسبة أني لازم بنكو سين كده أقول أن إعداد المعلم أرجو أن يقتصر على كليات تربية ويرجع للفكرة الرئيسية لفكرة كليات العلوم وكليات الأداب وأن تكون كليات تربية هي كلية الدراسات العليا اللازم ياخد فيها سنة إجباري بعد أداب وعلوم عشان يتأهل التدريس ويتعمل مسابقة برضو مش أي حد يتعين فلاقيت فجأة اقتراح أن كليات تربية تبقى ثلاث سنين مش أربعة طب الرابعة يجب قالك يروح يتدربه في المدارس على التدريس أصلا هو ثلاث سنين لم يعد جيدا يعني فكيف كمان بتلاث سنين أو دي المدرسة يتدرب ممكن يكون ده لسد العجز يعني أنا الحقيقة فهم لسد العجز لأنه هيتدرب مجانا وهيروح المدرسة مجانا يدرس مجانا لسد العجز في المدرسين يستفيد بيوم سنة باحتاج ودواليك يعني كل سنة تاخد سنة رابعة دول يروح يتدربوا في المدارس وكمان يعني سد العجز في المدرسين بمدرسين غير مؤهلين ده أنا استنتجت كده أنه الفكرة دي كلها وهي طرحت في البلمان في بيان يعني إنها كده أنت عندك عجز في أعداد المدرسين تجاوز الخطر 300 ألف طب والمدارس عندها نقص طب تحلها إزاي؟ بطلبة فقال لك سنة رابعة نخليها في تبقى في المدارس طيب ماشي طب فين الدراسات اللي قبل كده هبقى حاولي الموضوع ماشي نتكلم نتناقش فكرة أو والطراحات نناقشها بقى عمليا يعني أو علميا كل الدراسات حضرتك طوال العشرين سنة اللي فاتوا جوه المجلس الأعلى للجامعات وكل كليات تربية بالعكس خدنا قرض لتطوير كليات تربية كانت إنها تكون خمس سنوات وليس أربعة آه يبقى أربعة وبتزودي المحتوى العلمي اللي جوه يعني وبعدين تبقى السنة الخمسة جزء منها للتجريب طب جبتوا منين ثلاثة دي وش معنى كليات تربية؟ يعني حل مثلا كل الكليات في مصر هتبقى طلع سنين؟ آه طب أنا مثلا خرجية فلسفة أكيد لما هدر سربعة سنين أكيد مستوية العلمي حب أكفى وده برضو اللي هيؤدي طب إحنا دلوقتي بنتكلم على مستوى المدرس وبالتالي ما دي أقول يعني لا يؤهل بسنة الرابعة فأنا أيضا يعني بقلل من المستوى المؤكد يعني وهو ده حضرتك ده اللي أنا يمكن عايز ألفت النظر لي إنه كلمة مستوطنات إحنا كمان خطيبا لحضرتك إن القطاع الخاص اللي هو المدرس الخاصة بتعين مدرسين ما عندهاش نفس الأزمة عندها خرية شوية في التعينات فهتلاقي إن ما فيش عايز فيه المدرسين في القطاع الخاص أي نعم بيطلعوا روحهم ويديهم برضو يعني أو أود إنما على الأقل عندهم بيقدروا يجيبوا مدرسين ويعينهم طب إذن الأزمة فين؟ الأزمة عندنا إحنا في التعليم العام ترجمة نانسي قنقر